ألبك طيب اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحزن هي صفة أو خلق ضد الفرح الحزن يقتل الحزن يدمر الحزن يعني يفتح الأبواب لكل الأمراض والبلاية صحيح والأطباء وأهل العلم يقولهم الحزن يقلل بل يدمر المناعة وذلك يقول لك لما في مريض عنده مشكلة في المناعة يقول لك ما تحاولوش تزعلوه طب اللي عنده سكر ما تزعلوش ليه هتلاقي أساس الأمراض معظم الأمراض أساسها الحزن والحزن جند من جنود الله يعني إحنا يا مولانا ما نحزنش تعالي نشوف القرآن قال إيه لا إحزن عادي بس إحزن بقوله إيه في نطاق محدد وفي توقيت معين ومن قدر الله ومن كرم علينا أن الحزن ينزل كبيرا ثم يصغر يعني واحد أبو مات واحد حصل له بلوة تلقي زعلان قوي كل الوقت ما بيعدي كل ربنا ما بيخالي الحزن إيه يقل ومن أعجب ما قرأت أن طبعا نوع من أنواع الحزن اسمه الغم اسمه إيه؟ الغم بنا يقولك إيه في الناس يقولون ربنا يكفيك شر الغم حقيقة والغم أصعب من الحزن بدلالي أن سيدنا يونس ربنا ألف نجيناه إيه من الغم من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لو وذنوني الذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين تصوري يا سيد دعاء لما عدت بحث في موضوع الغم والحزن في القرآن تصوري أحيانا الحزن بيبقى نعمة تصوري أحيانا يبقى الغم ده فضل من ربنا علينا بتتكلم جد آه شوف كده ربنا يقول إيه إذ تصعدونا بيتكلم عن غزوة أحد ولا تلون على أحد هفصر لك الكلمات دلوقتي والرسول يدعوكم في أخراكم اسمعلي اللي جادي بقى دي مربط الفرص بقى فأثابكم مش فأصابكم مش بالصاب بإيه أو بالثواب أيوة من الثواب الله يفتعليك من الإثابة من المثوبة من الجيزة حلو كده فأثابكم إيه غمّا بغم الله يفتعليك فأثابكم غمّا بغم الله 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 لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون الإمام الرازي في الآية دي تتكلم كلام غاية في الروعة كتابه جميل اسمه اسمه التفسير الكبير أو العماية بيسموه مفاتيح الغيب حوالي 16 مجلد لسيد الأمام الرازي بقوله بقى بقوله ومن نعم الله على البشر أن تتابع الحزن وتتابع الغم ينسي بعضه بعضا تتابع الهم وتتابع في غزوة أحد اللي حصل فأثابكم غمّا بغم الغم الأولاني كان إيه زعلانين على الغنائم اللي راحت منهم كانوا نازلين ياخدوا الغنائم فالدنيا تقلقت طب الغم الثاني إيه إن أشيع أن رسول الله قد قتل قد مات فقالوا لا 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 فلما الغم الثاني نسهم الغم الإيه الأولين الأولان ولما الغم الثاني طلع خلاص مش موجود على أرض الواقع خلاص تبدل الحزن إلى إلى فرح خدوا بالكم ربنا لم يقل فأصابكم ألف أثابكم تصور إن الحزن ممكن يبقى ثواب فوالله ما أحزنك الله إلا ليبتليك ما أحزنك إلا ليفرحك وما أخذ منك إلا ليعطيك وما أمرضك إلا ليعافيك وخدوا بالكم أحزن عادي بس في نطاق محدود سيدنا يعقوب يا أستاذ دعاء حزن على ولدي اوعتيجي على وحدة بالذات على وحدة ست أو على راجل خاصة الستات وتلاقي عندها بلوة أو عندها ميت وتقول لها إيه عطياتي لا سيبها تعييت سيبها تفضفض شوف سيدنا يا سيدنا يعقوب ربني يقول عنه يا فندم يقول إيه فتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم حزين أيوما لإيه وقال إيه إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم بس لما تبقى حزين ركزوا في ديه أوي 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 في الحلقة دي اوعى تشتكي حزنك إلا له هو بس لإني مش هيقدر يرفع الحزن عنه غيره هو بتتكلم جد سيدنا يعقوب اشتكى بس اشتكى لمن لربنا لربنا شوف رأي يقوله رأي يقوله على سيدنا يوسف سيدنا يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني حزني ولا حزني وحزني إنما هنفرق دلوقتي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله